قسنطينا لبأس أني نعود نولي الأمير أمير مرحبا بك من جديد وصحا عيدك أمير كما قلت أنت أصغر مرشد سياحي في القصبة حدثنا على هذا المجال اللي دخلت فيه رغم صغر سنك نذكره شم سنة تقرأ؟ نقرأ برمية غانية في الليسي ما شاء الله حكينا بزا فعلا حكينا على هذا المجال اللي ركفيه الآن أمير أنا هذا المجال دخلته كي كان في عمري 13 سنة دخلت 15 ديسمبر 2018 رح تدرنا جولة سياحية مع حساب داروا جولة سياحية في القصبة رحنا معهم ومن هذا النهار بدأت المغامرة ديالي في القصبة كان عندك 13 سنة طيب حنا كي نقولوا القصبة أمير نتكلموا على قصبة نتكلموا على تاريخ عريق نتكلموا على شهداء على مجاهدين حتى يعني جدك وجدات كانوا من بين المجاهدين كيفاش أنت اليوم رغم صغر سنك يقدر مثلا واحد يحب يشوف القصبة يجي لي كيفاش قدرت تعرف تاريخ القصبة ونعرفوا أنه القصبة نوعا ما يعني شيء كم نقولوا كون بي كي ينزنيقات كي يندويرات لي يمكن مشي أي واحد يقدر يعرفهم أنا باش عرفت التاريخ تالقصبة وعرفت الترقان منها عرفت كون نروح معا المرشيدين السياحي تاليدير ومرشيد سياحي نطلع لدار جداتي للقصابتين تعلمني منو حند شيوخ الكبار تم القصبة باش هم يزيدوا يورولي كتر وندي المعلومة ديرك من عندهم ويزيدوا يورولي الترقان سبقوا أنه جاوك سياح منا من داخل من الجزائر نعم جاوني أنا دير مع السياح الجزائريين وحارب جاي يجوني ندير هنا كل سبت وندي الفرقة قدر نروح نديره جولة في القصبة تكون أنت دائما قاعد لها ديك الفرقة وتروح من بلاسة لبلاسة نعم أنا لنكون المرشيد تحوم ونروح ندوره في حدود القصبة ومن بعد ندخلوا لقلب القصبة من العادة أنه هاد الناس اللي حبوا يكتشفوا القصبة وحنا نقولوا باللي ماشي من جميع واحد ساكل في العاصمة بالضرورة يعرف حكاية القصبة ولا يعرف يعرفها مليح مليح هكذا أمير نعم أنا واحد قبل ما نروح هاد ديك الجولة اللولانية ما كونش نعرف القصبة وما كونش كامل نعرف تاريخ ديالها كان بزاف عبادلي يسكنوا هنا في الجزائر ما يعرفوش تاريخ تاريخ القصبة ما يعرفوش القصبة يعرفو غير جامعة كتشاوة بالفعل هذا ما كان ما يعرفوش لداخل قلب القصبة وانتايا توري لهم حتى لو كان ما يسقسوكش مثلا على مكان تديلهم انتا ليه وتحكي لهم التاريخ تاعه نعم أنا ندور بهم في القصبة وكاين كما نقولو زاما واحد اللي يحب يروح لحوان تسيدي عبدالله نديرولو بخاطره وندور لحوان تسيدي عبدالله باش دير لعشان باش تاكل كين الغاشي الغاشي بسه أمير شفتك انت على لعشان تاعك قناتك في اليوتيوب تحكي عندك التاريخ العريق تاع القصبة مثلا مؤخرا كان عندك فيديو كنت حكيت فيه على كيفاش كانوا في وقت الدولة العثمانية يفرقوا ويعرفوا مرانش كيمدوكا كين الآدان كين عدنا ساعة نقدروا نعرفو الوقت نقدروا نشوفو كيفاش يعرفوا مقتشي فطر ومقتشي صحر معلول قبل ما نسخسيك مين تجيب هاد المعلومات أحكي لنا أولا أقولنا كيفاش كانوا قبل في الدولة العثمانية يديروا في الدولة العثمانية كانوا يضرب مدفع سيدة رمضان كي جي حيقدن المغرب يضرب في برج مولي حسن لا يدوكا طاقانا وفي وقت صحور يروح البرح من الجامعة الكبير تلد المسجد سيدة رمضان ويقول لهم باش يحبسوا لك يقول لهم بالياجة ووقت الصحور وانت هاد المعلومات كامل القيمة اختراش ما في دات الوقت رهي مسئولية اختراش هنا يا راك تعلم صغير وحتى الكبير عندك مسئولية مين تجيبها كامل هاد المعلومات وهاد القصص تاريخية وحتى من كل حكاية مثلا كل دويرة في القصبة مين تجيبها؟ انا هاد الحكاية نجيبهم من الكتابات مشيوخة الكبار نسمع بزاف الشيخ المحروصة كي جوسف البرامج نعم نعاود ندخل اليوتيوب نعاودهم كامل وبدأ نسمع فيهم وكين روح من شيوخة الكبار ووليسكنوا بتم في القصبة ندر انجيستونمو بالتليفون وكين نعاود نولي الدار نعاود نكتب كلش في واحد الكتاب تاي واحد الكرة سنباك نبدأ نحفظ فيهم بالعقل بالعقل طيب أمير من عدا أنه كي جوك السياح ولا لي تديهم الدور بيهم في القصبة وشن هما الأطباق ربما كان أطباق يحبوا يأكلوها ولا كامل يتوجهول عند محل الكبدة؟ الأطباق اللي يحبوا يأكلوها كان الكبدة كان اللي يحبوا يأكلو أكل تقليدي عاصمي كان اللي يحبوا يأكلو تين تسردين كل واحد وشي يحب يأكلو حنا ندهم ونحبوهما باش كان كي من طلعوه من الغوبغ يأكلو سردين لا نصدر جي رحوا يأكلو رشتا كل واحد وشي يحب يأكل وليوم وشن هو طموحك أمير؟ اليوم شفناك تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك ولا عندك قنات على شن يمتوجهت المواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم لأنه شغل المواقع التواصل الاجتماعي بها اللي ينجر لزانونس تاع الرحلة ديالي تاع الجولة ديالي في القصابة لو كما كاش هاد المنصة تاع انستاقرام فيسبوك مقدروش الناس يعرفوني ويجو لي يديروا معايا جولة في القصابة طيب وليوم طموحك أنك تخدم مع سياح أجانب؟ نعم أنا سندوكا كي خلاص الكونفينمون أنا حب ندخل نقرأ في المدرسة الأمريكية في الجزائر بش نتعلم شوية لغات وتعني تنولي نخدم مع سياح الأجانب وهكذا بش نقدر ندير سياحة في الجزائر وخارج الجزائر تحب تزيد تعرف أكتر وأكتر؟ نحب نزيد نعرف بتقاليد البلد الخارج نصدروا التقاليد ديوننا واليوم أمير قبل ما تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وش هنا الاختلاف؟ أمير قبل مواقع التواصل الاجتماعي قبل ما ينشط في مواقع التواصل الاجتماعي وبعدها؟ أنا كنت نحب بزاف أنو الأكتر كنت صغير في الكولوني ديت الأفضل الممثل في المخيم الصيفي من بين 120 ممثل وممثلة كنت صغير في عمارية حدا السنة والدين كنت ندار مزاني تدار لافيران والباسكت كنت ندار باسكت وممثلة لتخط الواقع التواصل الاجتماعي ونجمع لتناول هذا الفيسكامل القدم كنت تخطي من قبل هل هذه الأفضل من بعض الهوايات توجهت على هذا المجال من أجل التعريف بالقصبة وتاريخ القصبة؟ نعم، هذا الفيس كامل كانوا يرتبطوا شيئا بهذا الفيس اللي اندرها كنت نجمع الفيس اللي قدم، كما قلوا ليه تامر، البياسة تقدرها من القدم، ليه بينز ومع ذلك بهذا الفيس اللي زيت حبيت بزال في القصبة ونتكلموا على الزيتها كهذا الطربوش ولي رأيك اللي بسود شونغاي دايماً كل مرة تروح تتقبل بيها الناس اللي يجيوا كل سياح اللي يحبوا يشوفوا القصبة نعم، أنا كل جولة في القصبة نروح بهذا اللي بس تقليدي الجزائري باش نسوقوا اللي بس دينا وندو تانيت معنا دي معي الحايق باش ننسى اللي يحبوا يتصوروا بالحايق وندي معي كيف كيف تشونغاي كبير باش رجع اللي يحبوا يتصوروا بالتشونغاي يتصوروا أمير، أنت على بالك أنه في هذه الظروف اللي رانا نعيشوا فيها الأطباء هم موجودين في صفوف الأولى هل أنت كانت عندك فكرة ولا مبادرة باش تشجحهم؟ نعم، أنا كما عندي عدد شوية كبير فوس في الإنستغرام عندي عدد من المتابعين ننشر كما قولوا النيداء ديالهم تالأطبة وكين رسوماتي مثلوا شو الأطبة ننشرهم باش هكذا نزيدوا كين أطبة ليتبعوني باش يزيدوا نشجعهم ونقول لهم ربي معكم شكرا أمير كلمة الأخيرة لك نقول لكم يعطيكم سحادة هذه الاستضافة وسحاعدكم وسحاعد كل جزائري إن شاء الله نتعني نقول لك سحاعدك وسحاعد كل العائلة نشكرك على الحضور حضورك معنا أمير بما أننا نتكلموا على الأطبة نروح نشوفه معا هذا التقرير لزميل عبد الله